في ظل الوضع الاقتصادي الصعب تواصل الجمعيات الاهلية عملها في معظم المناطق اللبنانية وفي هذا الإطار قامت جمعية ليبانيوس بتوزيع المواد الغذائية والمطاهرات والمعاقمات على عدد من البلدات وعلى من هو بحاجة وذلك بسرية مطلقة ومن دون الكشف على هوية المستفيد حفاظا على الكرامة الإنسانية مع الاعتماد فقط على المساعدات بالمواد الغذائية والمعاقمات نشاطتنا كانت مقصومة إلى ثلاث أقسام مساعدات مدرسية وجامعية، مساعدات طبية وأدوية ومساعدات غذائية بهالفترة مع الفيروس كورونا والعالم يلي قاعد في بيوتا صار الضغط علينا أكتر وأكتر وأنا بدي أستغني بهالمناسبة لحتى لي أشكر كل الأشخاص من دون مساميون يلي فعلا تبرعوننا إن كان بأمور عينية أكل أو مواد غذائية أو مواد تعييم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر